اشتركوا في القناة تقضي الشيخ محمد قدمهم ببساطة قوي وبسهولة قوي وبسلسة قوي ارجوكم تدعو له بظهر الغيب على المجهود المبزول في اعداد الحلقات دي وما تنسوش اخوكم الغلبان والنبي داخل على عملية جراحية قريب فدعواتكم ربنا اعلم انا قاعد كده بسجل الحلقة دي ازاي فدعواتكم يعني اما في الجزء الخاص بالنفس هناخد تمرين الاخراج على درجة موسيقية تخرج نفسك على الدرجات الموسيقية المختلفة وبتشوف نفسك اطول في انهي درجة موسيقية علشان نقدر نحدد نفسك اطول ما يمكن على اي طبقة تمام؟ اما بالنسبة للصوت هنتعرف على شدة الصوت ودرجة الصوت الفرق بين شدة الصوت ودرجة الصوت وكلنا بنتلخبط في الحتة دي وهنتعرف على المركز الصوتي ايه هو المركز الصوتي ده؟ وهنعرف المأكلات والمشروبات المفيدة للصوت ودرجة بيه علشان بعرفين ناكل ايه ونتجنب ايه درس مهم جدا معظمكم استنيه اما بالنسبة للمقامات النهاردة يوم المراجعة علشان اللي فاته درس من الدروس يراجع النهاردة خدنا تلات مقامات لكن سيبك من الاولاني هنذاكر الاتنين التانيين العجم والنهواند هنراجع على مقامي العجم والنهواند لو فيه حتة نقصك فيهم هتبدأ تراجع عليها مفتاح النهواند ومفتاح العجم والفتح عجم والفتح نهواند تذاكرهم كويس جدا والازان عجم والازان نهواند كل ما يخص مقامي العجم ونهواند تذاكرهم النهاردة ان شاء الله والنهاردة ان شاء الله مفيش تطبيقات علشان ريح زميلنا اللي بيطيموا علشان ياخدوا اجازة من نفسهم يوم فكل التطبيقات هنستقبلها غدا ان شاء الله علشان هم بصراحة بيتعبوا معنا جدا وخصوصا شيخ حسين فبرضو ندعو أن يتقبل الله منه هذا العمل إن شاء الله شكرا لكم حسن استماعكم ومتبعدكم بتنساش اللايك وتشير وسبسكرايب في القناة ونشوفكم على خير في درس جديد بكرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته